موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في لقاء جديد من سلسلة اللقاءات التعليمية الخاصة بمادة الرياضيات لقاءنا اليوم بعنوان الزاوية المحيطية والزاوية المماسية في دائرة لقاء اليوم أبناء الطلاب بعنوان الزاوية المحيطية والزاوية المماسية في دائرة وماذا سنتعلم في هذا الدرس بداية أبناء الطلاب سنتعرف إلى مفهوم كل من الزاوية المركزية الزاوية المحيطية والزاوية المماسية ومن ثم نستنتج العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية المشتركة معها بذات القوس ومن ثم أبناء الطلاب سنستنتج العلاقة بين الزاوية المماسية والزاوية المحيطية المرسومة على قوس الزاوية المماسية أو أبناء الطلاب الزاوية المحيطية المرسومة على وطر الزاوية المماسية ولكن من الجهة الأخرى في البداية أبناء الطلاب سنتعرف إلى مفهوم الزاوية المركزية وهي الزاوية التي يقع رأسها في مركز الدائرة وضلعاها نصفا قطرين في هذه الدائرة إذن الزاوية المركزية أبناء الطلاب هي الزاوية التي يقع رأسها في مركز الدائرة وضلعاها أبناء الطلاب نصفا قطرين في هذه الدائرة نذكر مثال للتوضيح أبناء الطلاب تأمل الشكل التالي لاحظ هنا الدائرة أبناء الطلاب مركزها النقطة O لاحظ معي الزاوية AOB الزاوية AOB أبناء الطلاب تسمى زاوية مركزية لماذا؟ الضلع الأول أبناء الطلاب AO هو نصف قطر والضلع الثاني لها هو BO وهو أيضا نصف قطر ورأس هذه الزاوية في مركز الدائرة وهو النقطة O إذن نقول أن الزاوية AOB هي زاوية مركزية أيضا أبناء الطلاب ننتقل مباشرة إلى مفهوم الزاوية المحيطية وهي الزاوية التي يقع رأسها على الدائرة إذن الزاوية المحيطية يقع رأسها على الدائرة وضلعاها وتران في هذه الدائرة نرى مثال مباشرة أبناء الطلاب لزاوية محيطية لاحظ معي الزاوية ACB إذن الزاوية ACB أبناء الطلاب نقول عنها أنها زاوية محيطية لماذا؟ لاحظ معي الرأس هو النقطة C أبناء الطلاب يقع على الدائرة والضلع الأول هو AC يمثل وطر في الدائرة والضلع الثاني هو BC أيضا يمثل وطر في هذه الدائرة وبالتالي نكتب أن زاوية ACB هي زاوية محيطية الآن أبناء الطلاب ننتقل إلى النظرية التالية التي تقول قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية المشتركة معها بذات القوس إذن قياس الزاوية المركزية أبناء الطلاب يساوي ضعفي الزاوية المحيطية المشتركة معها بذات القوس نتأمل الشكل التالي لاحظ معي الدائرة هنا أبناء الطلاب مركزها النقطة سنقوم برسم زاوية مركزية أبناء الطلاب بالشكل التالي لاحظ هنا الزاوية المركزية هي A, O, C لماذا؟ الضلع الأول أبناء الطلاب لها A, O هو نصف قطر والضلع الثاني أيضا هو C, O أيضا نصف قطر والرأس هو النقطة O في مركز الدائر لاحظ معي القوس A, C سنقوم برسم زاوية محيطية تشترك مع هذه الزاوية المركزية في نفس القوس A, C ولتكن أبناء الطلاب الزاوية بالشكل التالي A, B, C إذن الزاوية المحيطية هي A, B, C تشترك مع الزاوية A, O, C المركزية في A, C طبعا A, B, C زاوية محيطية لأن الضلع الأول A, B هو وطر والضلع الثاني هو C, B وطر والرأس أبناء الطلاب هو النقطة B يقع على الدائر الآن أبناء الطلاب الزاوية المركزية هي A, O, C تشترك مع الزاوية المحيطية A, B, C في نفس القوس وهو القوس A, C الآن لو قمنا بتضليل قياس أبناء الطلاب الزاوية A, O, C باللون الأحمر وقمنا أيضا بقياس الزاوية A, B, C وهي المحيطية وتحريك هذا القياس أبناء الطلاب باتجاه الزاوية المركزية لاحظ معي قم بقياس الزاوية المحيطية مرة أخرى وتحريك القياس باتجاه الزاوية المركزية ماذا تلاحظ أبناء الطلاب قياس الزاوية المحيطية مرتين يعطي نفس قياس الزاوية المركزية الذي كان باللون الأحمر إذن نستنتج أن قياس الزاوية المحيطية A, B, C مرتين يعطي نفس قياس الزاوية المركزية A, O, C ولكن التي تشتركان في نفس القوس وهو القوس A, C بمعنى أبناء الطلاب نص النظرية تحقق وبالتالي قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي قياس الزاوية المحيطية ولكن التي تشترك معها بذات القوس إذن أبناء الطلاب نكتب هنا بالرموز قياس الزاوية المركزية هو A, O, C سيساوي ضعفي أي 2 ضرب قياس الزاوية المحيطية وهي الزاوية A, B, C إذن قياس الزاوية A, O, C يساوي 2 في قياس الزاوية المحيطية وهي A, B, C العكس أبناء الطلاب قياس الزاوية A, B, C وهي الزاوية المحيطية أكيد ستقول معي يساوي نصف قياس الزاوية المركزية إذن قياس الزاوية A, B, C سيساوي نصف قياس الزاوية A, O, C بمعنى أن قياس الزاوية المحيطية أبناء الطلاب يساوي نصف قياس الزاوية المركزية التي تشترك معها بذات القوس الآن أبناء الطلاب مثال جد قيمة الزاوية المجهولة في الأشكال التالية لاحظ معي هنا المعلوم لدينا قياس الزاوية B وهي 30 من الدرجات والمجهول قياس الزاوية A O C لاحظ عزيز الطالب هنا الزاوية A O C مركزية وقوسها القوس A C والزاوية B أو A B C هي زاوية محيطية وقوسها أيضا A C إذن أبناء الطلاب الزاوية A O C المركزية تشترك مع الزاوية المحيطية A B C في نفس القوس وهو A C إذن مباشرة سنكتب أو نقول قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي قياس الزاوية المحيطية وهي B إذن سنكتب هنا أبناء الطلاب قياس الزاوية A O C سيساوي 2 ضرب قياس الزاوية A B C طبعاً 2 ضرب قياس الزاوية المحيطية الآن أبناء الطلاب قياس الزاوية A O C سيساوي 2 مضروباً في قياس الزاوية A B C هو 30 من الدرجات إذن قياس الزاوية A O C سيساوي 2 في 30 ويساوي 60 من الدرجات إذن الزاوية المجهولة هي الزاوية A O C قياسها هو 60 من الدرجات أيضاً أبناء الطلاب مثال جديد تأمل معي قياس الزاوية B O A أو A O B هو 150 من الدرجات والمطلوب أبناء الطلاب هو إيجاد قياس الزاوية C بنفس الآلية أبناء الطلاب الزاوية A O B هي زاوية مركزية وقوسها القوس A B والزاوية A C B محيطية أيضاً تشترك مع الزاوية المركزية في القوس A B إذن مباشرةً قياس الزاوية C سيساوي نصف قياس الزاوية المركزية إذن نكتب هنا أبناء الطلاب قياس الزاوية A C B سيساوي نصف في قياس الزاوية A O B الآن عملية التعويض عملية بسيطة أبناء الطلاب سنكتب هنا نصف في قياس الزاوية A O B هو 150 من الدرجات بالتبسيط أبناء الطلاب بالقسمة على 2 يعطي الناتج 1 وبالقسمة على 2 هنا يعطي الناتج 75 إذن قياس الزاوية A C B أبناء الطلاب يساوي 75 من الدرجات أيضاً أبناء الطلاب ننتقل إلى مثال جديد لاحظ هنا المعلوم لدينا قياس الزاوية B A O هو 40 من الدرجات وقياس الزاوية B C O هو 30 من الدرجات والمطلوب أبناء الطلاب هو إيجاد قياس الزاوية A O C إذن عزيزي الطالب هنا الزاوية A O C هي زاوية مركزية وقوسها القوس A C والزاوية A B C هي زاوية محيطية وأيضاً قوسها A C إذن لو قمنا بحساب أو بإيجاد قياس الزاوية B فعلاً سنجد قياس الزاوية المجهولة وهي الزاوية A O C الآن عزيزي الطالب انتبه معي جيداً إلى المثلث A O B المثلث A O B أبناء الطلاب متساوي الساقين لماذا؟ لأن الضلع الأول A O يساوي الضلع الثاني B O وهما نصفاً قطرين في هذه الدائرة إذن زاوية القاعدة هنا القاعدة A B زاوية القاعدة متساويتان في القياس وبالتالي سنكتب هنا عزيزي الطالب زاوية A B O لاحظ معي A B O ستساوي قياس الزاوية B A O B A O طبعاً B A O هي أربعون من الدرجات إذن قياس الزاوية A B O هي أربعون من الدرجات بنفس الآلية أبناء الطلاب المثلث B O C نكتب هنا المثلث B O C أيضاً متساوي الساقين لماذا؟ الضلع الأول C O يساوي الضلع الثاني B O وهما نصفاً قطرين في هذه الدائرة إذن القاعدة B C أبناء الطلاب زاوية القاعدة متساويتان في القياس نكتب هنا الزاوية C B O ستساوي قياس الزاوية B C O طبعاً وتساوي 30 من الدرجات إذن أبناء الطلاب قياس الزاوية A B O هي أربعون من الدرجات وقياس الزاوية C B O هي 30 من الدرجات الآن سنكتب قياس الزاوية A B C التي تتكون من الزاوية A B O والزاوية C B O إذن الزاوية A B C ستساوي 40 زايد 30 وبالتالي قياس الزاوية A B C ستساوي 70 من الدرجات إذن تم حساب قياس الزاوية B أبناء الطلاب وهي 70 من الدرجات الآن مباشرة قياس الزاوية A O C سيساوي ضعفي الزاوية المحيطية طبعاً لأنهما يشتركان أو تشتركان في نفس القوس وهو القوس A C إذن أبناء الطلاب سنكتب هنا أن قياس الزاوية المجهولة هو A O C سيساوي 2 في 70 ويساوي 140 من الدرجات أبناء الطلاب في ختام جزئنا الأول تعرفنا إلى مفهوم الزاوية المركزية ومفهوم الزاوية المحيطية ورأينا العلاقة ما بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتان بذات القوس نرى مزيداً إن شاء الله ولكن بعد فاصل قصير أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب من جديد الآن نرى نص النظرية التالية النظرية تقول قياس الزاوية المحيطية التي تحصر قوس نصف الدائرة يساوي 90 من الدرجات للتبسيط أبناء الطلاب لاحظ معي هنا الزاوية ACB وهي التي تحصر قوس نصف الدائرة وهو القوس AB لماذا أبناء الطلاب لاحظ معي الزاوية AOB هي زاوية مركزية لماذا؟ الضلع الأول AO هو نصف قطر والثاني BO أيضاً نصف قطر وهي زاوية مستقيمة تمثل زاوية مستقيمة إذن قياس الزاوية AOB هو 180 من الدرجات الآن الزاوية ACB هي زاوية محيطية أبناء الطلاب وقوسها القوس AB أي تشترك مع الزاوية المركزية AOB والتي قياسها 180 من الدرجات إذن قياس الزاوية ACB سيساوي نصف قياس الزاوية المركزية إذن نكتب هنا قياس الزاوية ACB يساوي 90 من الدرجات إذن قياس الزاوية ACB أبناء الطلاب هو 90 من الدرجات الآن للتوضيح أبناء الطلاب نذكر الأمثلة التالية جد قيمة الزاوية المجهولة في الأشكال التالية حيث O هو مركز الدائرة المعلوم لدينا أبناء الطلاب هو قياس الزاوية ACB وهو 60 من الدرجات المطلوب الأول هو إيجاد قياس الزاوية A والمطلوب الثاني هو إيجاد قياس الزاوية B مباشرة أبناء الطلاب حسب نص النظرية السابق قياس الزاوية A هو 90 من الدرجات إذن سنكتب مباشرة قياس الزاوية BAC يساوي 90 من الدرجات الآن أبناء الطلاب لإيجاد قياس الزاوية B طبعا معلوم لدينا أن مجموع قياسات زوايا المثلث هو 180 من الدرجات وقياس الزاوية C هو 60 وقياس الزاوية A هو 90 من الدرجات إذن الباقي أبناء الطلاب هو قياس الزاوية B وبالتالي سنكتب هنا أن قياس الزاوية B سيساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين A و C طبعا 180 ناقص 60 زائد 90 إذن مباشرة قياس الزاوية B سيعطي 180 ناقص المجموع هنا أبناء الطلاب هو 150 إذن 180 ناقص 150 الإجابة هي 30 من الدرجات بمعنى أن قياس الزاوية B أبناء الطلاب هو 30 من الدرجات الآن ننتقل إلى مفهوم الزاوية المماسية الزاوية المماسية أبناء الطلاب هي الزاوية المحصورة بين مماس الدائرة وأي وطر في هذه الدائرة يمر بنقطة التماس مرة أخرى الزاوية المماسية هي الزاوية المحصورة بين مماس الدائرة وأي وطر في هذه الدائرة بشرط مروره بنقطة التماس للتوضيح أبناء الطلاب تأمل معي المثال التالي لاحظ هنا المماس هو المستقيم FB طبعا عند النقطة B الآن أبناء الطلاب لاحظ هنا الزاوية ABD الزاوية ABD هي الزاوية المماسية لماذا أبناء الطلاب؟ الوطر هنا AB والمماس هو DF طبعا عند النقطة B إذن سنكتب هنا أن قياس الزاوية أو الزاوية ABD هي زاوية مماسية مباشرة أبناء الطلاب ABD هي زاوية مماسية مرة أخرى مماس الدائرة مع أي وطر طبعا بشرط أن يمر بنقطة التماس أيضا بنفس الآلية السابقة أبناء الطلاب المماس مع الوطر الثاني وهو الوطر BC يحصر الزاوية CBF إذن الزاوية CBF أيضا هي زاوية مماسية المماس هنا B أو المماس هو DF باللون الأحمر مع الوطر هو CB إذن سنكتب هنا أبناء الطلاب الزاوية CBF أيضا هي زاوية مماسية الآن أبناء الطلاب تأمل معي الشكل التالي لاحظ معي نحدد مباشرة الزاوية المماسية وهي الزاوية ABD الآن الزاوية ABD أبناء الطلاب هي الزاوية المماسية المماس مع وطر بشرط المرور بنقطة التماس الآن أبناء الطلاب قم بتضليل قياس الزاوية المماسية بالشكل التالي أو باللون الأحمر ومن ثم سنقوم بقياس الزاوية المحيطية أبناء الطلاب المرسومة على قوس الزاوية المماسية لاحظ معي قوس الزاوية المماسية أبناء الطلاب هو القوس AB إذن القوس A B أو الوطر A B أبناء الطلاب نقوم بتحديد هذا الوطر ومن ثم قياس الزاوية المحيطية المرسومة على هذا الوطر أو على هذا القوس طبعا الزاوية المحيطية المقصودة أبناء الطلاب هي الزاوية C أو الزاوية A C B إذن لو قمنا بقياس هذه الزاوية المحيطية أبناء الطلاب سنجد مباشرة أن قياس الزاوية المحيطية فعلا ينطبق تماما على قياس الزاوية المماسية بمعنى أن قياس الزاوية المماسية ABD سيساوي قياس الزاوية C إذن سنكتب هنا أبناء الطلاب أن قياس الزاوية ACB سيساوي قياس الزاوية المماسية وهي الزاوية ABD إذن نكتب نص النظرية والتي تقول قياس الزاوية المماسية يساوي قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس أو المشتركة معها بذات القوس أو الزاوية المحيطية المرسومة على وطر الزاوية المماسية من الجهة الأخرى مباشرة أبناء الطلاب نكتب هنا للتوضيح أبناء الطلاب أن قياس الزاوية ABD وهي الزاوية المماسية سيساوي قياس الزاوية C لماذا؟ الوطر هنا أبناء الطلاب هو الوطر AB أو القوس هو AB والزاوية المرسومة على هذا القوس هي الزاوية ACB إذن سنكتب هنا أبناء الطلاب الزاوية C أو الزاوية ACB إذن قياس الزاوية ABD يعطي نفس قياس الزاوية ACB بنفس الألية السابقة أبناء الطلاب الزاوية المماسية الأخرى هي الزاوية CBF ستساوي قياس لاحظ معي قوس هذه الزاوية المماسية هو CB أو الوطر هو CB والزاوية المحيطية المرسومة عليه من الجهة الأخرى هي الزاوية A أو الزاوية CAB إذن سنكتب هنا قياس الزاوية CBF يساوي قياس الزاوية CAB الآن أبناء الطلاب المثال التالي يجد قياس الزاوية المجهولة في الأشكال التالية لاحظ معي المعلوم هو قياس الزاوية ACB والمجهول أبناء الطلاب هو قياس الزاوية ABD طبعاً الزاوية ABD أبناء الطلاب هي زاوية مماسية إذن نبحث عن الزاوية المحيطية المرسومة على قوس الزاوية المماسية أو على وطر الزاوية المماسية من الجهة الأخرى الآن أبناء الطلاب سنكتب أن قياس الزاوية ABD وهي المماسية إذن نبحث عن قوس هذه الزاوية المماسية وهو القوس AB أو الوتر AB أين الزاوية المحيطية أبناء الطلاب المرسومة على هذا القوس؟ فعلا إنها الزاوية ACB إذن الزاوية ACB ستساوي قياس الزاوية المماسية وهي ABD إذن سنكتب هنا أبناء الطلاب أن قياس الزاوية ABD سيساوي مباشرة قياس الزاوية C أو الزاوية ACB بمعنى مباشرة قياس الزاوية ABD أبناء الطلاب سيساوي 70 من الدرجات إذن قياس الزاوية المطلوبة وهي الزاوية ABD المماسية يساوي 70 من الدرجات أيضا أبناء الطلاب ننتقل إلى مثال جديد جد قياس الزاوية المجهولة طبعا المعلوم لدينا أبناء الطلاب هو قياس الزاوية DBC وهي زاوية مماسية أبناء الطلاب والمطلوب هو قياس الزاوية أو إيجاد قياس الزاوية A الآن أبناء الطلاب الزاوية المماسية هي الزاوية CBD قياسها 80 من الدرجات لاحظ معي سنربط قياس الزاوية المماسية أو الزاوية المماسية مع الزاوية المحيطية المرسومة على قوس الزاوية المماسية الآن قوس الزاوية المماسية هو القوس CB أبناء الطلاب وبالتالي الزاوية المحيطية هنا هي BAC المرسومة على هذا القوس إذن سنكتب مباشرة أبناء الطلاب أن قياس الزاوية CBD المماسية سيساوي أبناء الطلاب قياس الزاوية A طبعا التي تقابل وطر المماسية من الجهة الأخرى إذن قياس الزاوية CBD سيساوي قياس الزاوية CAB الآن المطلوب هو إيجاد أبناء الطلاب قياس الزاوية A أو قياس الزاوية CAB أكيد سيساوي نفس قياس الزاوية المماسية وهو 80 من الدرجة أيضا أبناء الطلاب ننتقل إلى مثال جديد لاحظ هنا المعلوم لدينا أبناء الطلاب قياس الزاوية A هو 70 من الدرجات وأيضا قياس الزاوية ABC هو 60 من الدرجة ما المطلوب أبناء الطلاب؟ المطلوب هو إيجاد قياس الزاوية ABD المطلوب مرة أخرى إيجاد قياس الزاوية ABD وهي زاوية مماسية إذن أبناء الطلاب الزاوية المماسية ABD قوسها القوس AB سنبحث عن الزاوية المحيطية المرسومة على هذا القوس أو على هذا الوطر من الجهة الأخرى إذن أكيد ستقول معي هي الزاوية ACB الزاوية هي ACB ولكن قياس الزاوية ACB مجهول أبناء الطلاب إذن سنحاول إيجاد قياس الزاوية C أو الزاوية ACB الآن أبناء الطلاب انظر معي جيدا المثلث ABC هو مثلث ومجموع قياسات زاوية هذا المثلث هو 180 من الدرجات معلوم قياس الزاوية A في هذا المثلث والزاوية B أيضا في هذا المثلث إذن الزاوية C أبناء الطلاب هي 180 ناقص مجموع الزاويتين المعلومتين إذن أبناء الطلاب سنكتب هنا أن قياس الزاوية ABD مباشرة سيساوي قياس الزاوية C ونبحث عن قياس الزاوية C أيضا هنا سنكتب أبناء الطلاب أن قياس الزاوية C سيساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين A و B طبعا في المثلث ABC الآن قياس الزاوية C أبناء الطلاب هو 180 ناقص المجموع هو 130 إذن قياس الزاوية C أبناء الطلاب هو 180 ناقص 130 ليعطي الناتج 50 من الدرجات ما هو قياس الزاوية C أبناء الطلاب؟ قياس الزاوية C هو 50 من الدرجات وكما قلنا قياس الزاوية المماسية ABD سيساوي نفس قياس الزاوية C إذن قياس الزاوية المماسية هي ABD سيساوي 50 من الدرجات أبناء الطلاب في ختام درسنا لهذا اليوم تعرفنا إلى مفهوم الزاوية المركزية ومفهوم الزاوية المحيطية ومفهوم الزاوية المماسية ورأينا العلاقة ما بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتان بذات القوس وأيضا الزاوية المماسية مع الزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من الجهة الأخرى نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في تقديم معرض هذا الدرس وإلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة